تعليق فاجأ الجميع وأثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب ما قاله الفنان الأردني المشهور عن العمل الفني الذي شارك فيه والذي تضح فيما بعد أن الهدف منه أبعد ما يكون عملاً فنياً عادياً وإنما عمل دعائي يستهدف دولة عربية وهو ما جعل مشاركة الفنان الأردني فيه أمراً مستفزاً للكثيرين فماذا حدث؟ فيلم جرى إنتاجه في دولة أسيوية معروفة يتحدث عن حياة أحد مواطني تلك الدولة الذي سافر إلى السعودية للعمل بها وهناك تعرض لمأساة إنسانية مكتملة جعلته يفقد إنسانيته ويخسر حياته ومع ذلك لم يأخذ مقابلاً مادياً على عمله لكن الفيلم الذي حقق انتشاراً كبيراً في الأسباع الماضية سبب حالة واسعة من الجدل في السعودية والعالم العربي حيث رأى الكثيرون أن الفيلم ليس عملاً فنياً وإنما هو عمل دعائي يستهدف الإساءة للمملكة العربية السعودية وتشويه صورتها والدليل على ذلك أن العمل الفني تم إنتاجه وترويج له من جهات معادية للسعودية والعرب وبالتالي كان من المفاجئ والصادم أن الفنان الأردني المشهور عاكف نجم كان من المشاركين بالعمل الفني المسيء للأشقاء وهو الأمر الذي دفعه للخروج والتعليق على مشاركته فيه حيث بدأ وأنه أدرك حجم الخطأ الفاتح الذي وقع فيه وعلى إثر ذلك قدم فنان أردني شهير اعتذاره للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم حياة الماعز المثير للجتل والذي أثار انتقادات واسعة في المملكة ولدى الجمهور العربي وفي صفحته على انستجرام نشر الفنان الأردني عاكف نجم بياناً جاء فيه أود في هذا البيان المقتضب أن أوضح للجمهور الكريم عامة ولأهلنا في السعودية خاصة أن مشاركتي في الفيلم الهندي حياة الماعز والذي أثار رغطاً واختلافاً في الأراء والفهم كان بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بأفضل ما يكون حيث أنني لم أقرأ الفيلم كاملاً بل دوري فقط وأضاف نجمي في بيانه شرحوا لي عن الفيلم وبطله بأنه ياتوه في الصحراء لأيام عدة يصل فيها حد الموت ثم ينقذه رجل سعودي شهم وهو أنا وهذا ما دفعني للموافقة على أداء الدور لكونه يعكس شهمة السعوديين وإنسانيتهم لأفاجأ حينما رأيت الفيلم كغيري بأنه يقدم بالإضافة لشخصيات المثالية بعض النماذج السعودية السلبية وأرضف الفنان الأردني وبصدق وتحت أي ظرف لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله أعتذر للشعب السعودي الشقيق الذي طالما ربطتنا معه أواصر الأخوة والقرابة والنسب قيادة وشعبا وستبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلبي ولقلوب كل الأردنيين ودمتم وأثارت مشاركة عاكف نجم استياء واسعا بين المغردين السعوديين والأردنيين على السواء حيث لم يكن من المتصور أو المقبول بالنسبة لهم أن يشارك مواطن عربي في فيلم أو عمل فني يسيء لشعب عربي آخر وهو الأمر الذي يبدو أن الفنان الأردني قد تعرض للخديعة أيضا ولم يكن يعرف طبيعة هذا الفيلم فما هو الهدف برأيك من إنتاج أفلام من هذا النوع؟